الوليد اقوله طبعا انا بشكره طبعا على الكلام الجميل اللي قاله بس هو حاجة مهمة يا كبتا بستوى اتكلم في كزا نقطة مهمة اه اه يعني انا بشكره على الكلام اللي قاله يعني في حقي لكن هو كان مدير كورة صراحة يعني مرتين طلبني قال لي تعالى للعيبة هو مدير في نادي ايه في نادي اتعاد وزدي زد وكان في الاتعاد ربكده وراح زد اه بس انا اه وواف زد قال لي تعالى وهم ليس في قسم التاني قال لي انا عايزك الحقام تعرف المستعدس في القانون ايه وامتى ما اللعيبة بقى اه يعني انظرات امتى ما ينزرش وامتى ينزر ودي ايه ودي ايه والحاجة دي روحت كم مرة روحت له مرة بقى طبعا عادنا حوالي ساعتين محاضرة ساعة ورايحنا هو بقى قاعد وكل تلو جهاز الفني وكله بقاعدين طبعا يعني وريتهم ما دي مشكلة انت عارف حضرتك كابتن مصطفى بره في اوروبا المدير الكورة لما بيلاقي مثلا لعيب في انظرات كتير وطرد كتير بيكلم الاتحاد بعتولي حد وبيحضر له الحالات بيحصل كده بره اه عشان مواضيع انت عدل عن ناصر بيحصل كده برطة اه احنا كده بيحصل عندنا اه بس ما فيش حد بيعمل كده ما فيش حد بيعمل كده ولا حد هيفكر في التفكير ده اه فهم بره بيعمله كده عشان خطر اللعيب بنسباله يعني اداة طبعا ما يكسرش اللعيب طبعا فطبعا هو جيه قلتلهم لدرجة منساش ان هو مرة قال لي اول حاجة اول حاجة اللي حارس المرمى طوله بص حارس المرمى اللي بيضايع وقتها طوله لما كن مثلا بتطلع وتاخد الكورة وانزلت في الارض وقعت ورميت الكورة ويعالجك خلاص مش هيقولت فيه ضديع وقت انما لو انت تكون الكورة ما فيكش اي حاجة وكورة تطلع بارة وم انت نعمل في الارض طبعا انت فيك لازم عاديك انظار وكيد فجاء حصلت قاله ده لسه كابتن شنوه اول مبارا لي قال لي لك اللي تكلمني قال لي لن الجورة خد كذا وانا قلتله لانت يعني انا عايز اقولك اللعبية نازم تثقف تحكميا عشان تتجنب اه بالزبط الحاجة التانية هو لك ماتش المنصورة ما انا اقول لك بقى ماتش المنصورة ده انا روحته كان ماتش عصيب والنادي الاهلي اتغلب واحد صفر في المنصورة في المنصورة اه عبارش انا اخش الملعب احط نصف ساعة من الجمهور يا لأ حاجة غير عادية فالمهم اتغلب النادي الاهلي واحد صفر ف كان فيه راكل الجزاء مش راكل ثلاث ألعاب فكان رئيس يشوف كان رئيس اللجنة مصطفى الله ارحمه مصطفى كان منصور نعم ورحمة الله عليه ثبت البطل حضر الثلاث ألعاب دولة وديهم له على شريط فيديو اه واحنا كان عندنا معسكر في المركز اللي لهم وكان اللي هو حرب رئيس الاتحاد والكابتن حمد امام نائب الوكيل الاتحاد اه فجابهم وجيوا وبعدين خدوني في قاعة وشغلوا الثلاث حالات كبعا ثبت ما كانش موجود لكن مصطفى كان طبعا لجنة الحكام اه فقالوا لي اول لعبة تقولوا ما فاش حاجة تشوفوا قالوا لا فعلة اللعبة دي مفاش حاجة اللعبة التالتة بقى انا حقول لك بقى سر بقى استخدام تقنية الفيديو عشان اخريك حاجة اللعبة التالتة دي قلتونوا دي ركل الجزاء فالله ارحم محمد امام كابتن حمد قال لي ما حسبتاش ليا كابتن حمد شوفتاش كده بصة نوع فين الكاميرا جاي منين عشوفها ازاي فدي بقى فكرة تقنية الفيديو اللي هي الفار الفار اه اللي هي دي الكلام فقلتونه انا مشوفتاش شوف بقى شوف كابتن حمد امام يقولي كابتن مصوفة كان منصور قال لي انت صح لان انت لو شوفتها هتحتسبها خلاص كابتن حمد قال لي ايه بقى كابتن حمد قال لي ليه ما حسبتونه ما انا قال لي قال لي خلاص انت فعلا مكانك ما تشوفهاش يعني عارف لو ما يكون حاجة مش حاجة ده هل خطأ منك انت في الزاوية اللي توقف فيها لا انا كنت صاح بس هو وليدك منه لعب يعني مراوغ جيد عمل عكس اتجاه الناس عارف انت ده رقص المدرجات مش رقص اللحيب اه لا وقع كان لعيب فطبعا انا ما شوفتاش وبعين بقى قلت له احنا ليه الصورية بحكي له قال لا في واحدة كان قلت له والله يا وليد التلفزيون خلي بالك كابتن مصطفى التصوير التلفزيوني كمان كان محدود وما زل لحد دلوقتي يعني نقول ما زل لحد دلوقتي يعني هو زي ما تقول يعني يبقى برمودة يعني الاول كان شرط وبعدين طول شوية اه